صباح النور اليوم سنحكيه على موضوع مهم وخطير ونستحضر فيه اللي أنا في فيفري 2016 حضرت مع مريم بالقاذي في حس 24 سبعة وكنت حكيت على تدفقات المالية للجمعيات المشبوهة متورطة في الارهاب وفي تمويل حزب الاخوان وكان وقتها البنك المركزي صدر بيان يستنكر فيه بتصريحات متاعي ومجملة حتى شكوه بيان وقتها للعميد المحامين واجوبتها للعميد قلت له قولهم براء وشكيوه للنيابة خلي تحل البحث وخلنا بضحك لكن هما وقتها خاف محبوش يشكيوه لكن وقتها لسيشيد للعياري اللي يرحموا بعد ما لعبوه اللعبة وخرجوه من البونك سنترال قال لو كان نحكي لكم شكان سايروا شنيه تدفقات لكن سيتيت روتار وهتنرجعوا للحكاية من اللول هو سيشيد للعياري على السماوه أنا رجل لا أشك لرب يرحموا في الخبرة متاعو لكن كان في مرحلة متقدمة من السن وما كانش نجم يكون فيه أفضل حالاته ويعطي أفضل معن تتذكروا بالجداء اللي فيه 2012 24 جوان 2012 الاخوانجية سلموا البغدادي المحمودي وقت اللي يرشيد عمار هز المرزوقي لاحتفال به ذكرت أو نسلت الجيش الوطني هزو البلاسة ما فيهش رزوه في الجنوب هرحت حمدي جبالي سلموا وقت استشعت غضب المرزوقي المرزوقي كانت عنده مشكلة مشكلة مع سي مصطفى كمال النابلي اللي هو كان محاف البنك المركزي أنا ذات والمصف المرزوقي كانت عنده مهمة أخرى وهي تسهيل عملية تسوير الشباب وتمويل عملية تسوير الشباب لسوريا ومن جملة وقتها قابل حتى أبو عياذ مرتي وجبه له واحد وسيط نعرفه وطلبوا حتى من أبو عياذ باش يعمل له فتوى للجماعة متاعه وجمعة أبو عياذ في ضرورة الجهاد في سوريا فالمنصف المرزوقي كان منخرط نحاوله مصطفى كمال النابلي وجيبه شدلي العياري مش فرازار نذكر وقتها صاحب يعطيك قال يبرر كيفش باش نحوه مصطفى كمال النابلي وجيبه شدلي العياري وقتها صاحب يعطيك رئيس كتلة الأخوان في المجلس تأسيسي قال ما يطايح الكيلو إلا رطل ما يطايح رطل إلا الكيلو رأسي شدلي العياري قررسي مصطفى كمال النابلي ولذا هو خير في ترى عمليات تموين عنيش شدلي العياري هو إرضاءا من مصطفى بن جعفر وبين معقفين البلدية وكانت العملية بالطريقة هذية وجوز محاور مهمة يجب نقف عليها فما تدفقات مالية اللي جيت للجمعيات الناشطة في ميدان تسفير وقتها وفيما تدفقات مالية جيت الجمعيات ومن الجمعيات تتعدى لتغطية المالية للنشاط السياسي لحزب الأخوان أخوان جيش عملوا مع صي عياذ بن عشور هو رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي جاءوا للمرسوم للحزاب وسكروا تمويل خارجي وجاءوا للمرسوم لجنة التحليل المالية فما حالات اللي تدخل فيهم برشة فلوس وهي ما تتحركش وفما حالات اللي فلوس تدخل تتحرك اللجنة يتعدى الدوسي القطب المالي يتحل تحقيق يتقدم مطلب يرفع التجميد على الفلوس يترفض يمشي لمحكمة الاستناف يتقبل وقتها وكل عام طيب راشد وزهير عروس هو رئيس أول لمحكمة الاستناف وتدعو الدوائر إذا كانت ترفع في التجميد وبعد كي نيابة عقب طيب يبدأ مشهورادي ممكن يتعارك هو زهير عروس عن حرفها في الاستناف وهما وكل عام وحد رئيس أول تمشي للتعقيب وقتها عرضها سيلايدي بها تبعوه دوسي هذين وأنا رأو كي قبل في 2016 طالب بإيقالة محافظة البنك المركزي وبإيقالة رئيس لجنة التحليل المالية راني نعم شو نقول مشا كاك أم باب الشو تبعو اليوم مطلوب من رئيس الجمهورية بش يعمل عمليا متأوديت 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 في المسألتين هذين فما مسألة متع التمويل الجمعيات والأنشطة الإرهابية والتمويل غير الشرعي لحزب حركة الإخوان بطريقة غير مباشرة عن طريق الجمعيات اللي تعمل أنشطة تابعة للحزب والأرزة الليبية هذه فيها لعبة وهذه فيها لعبة كبيرة بين البونك سنترال وبين بعض الجهات القضائية ونسرعي مليارات اللي استكرشت بها ولذلك اليوم نطلب من رئيس جمهورية بش يسمي لجنة الآن لجنة مكافحة فساد هذا أخطر فساد هذا الفساد الأكبر اللي موجود في الموضوع اللي نحكي عليه هنا وتشوفوا تشوفوا العياري رغم كل شيء نهاردة اللي اخرجوا اللعبو له اللعبة أو قال كان نتكلم وتشوفوا شي سير يوم مطلوب من رئيس جمهورية بالتنسيق مع سيد محافظ البنك المركز يستمروان العباسي الاشتغال على هذين الملفين الخطيرين لفلوس الليبية والسيركويات تعالي بونك سنترال والسيركويات القضائية كاشل فلوس تتشد وتتسير وساعات تدخل برشة فلوس انعاش الاقتصادي باش تفهموا اللوبيات هذين اللي تحاول وانو تولي لجنة تحاليل المالية هي لا تعطي السك على البايار في ادخل الفلوس من البرد تقول هذين فلوس مريق لفلوس تعدل اللوبيات اللي طردهم قيس عيد من البرلمان رابتين مالبون سنترال واذا كاليش يلزم يوم عملية تدقيق كبرى لأنه راي ملفات خطيرة ملفات كبيرة ويزمها برشة خدمة ولابد اليوم اذا كان فهمها مؤسع يزمها تتشمع بعض المصالح متاحة هي البونك سنترال باش نخدموا على 2012 2018 هذه رايح حالة كبيرة من الخراب ان شاء لكلنا كونوا يد وحدا باش نصلحوا بلادنا وذار بيضا من هنا اخبار سياسة اقنية محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم اميرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة